فيه بخيل يخاف قوي على منظره فتلاقيه قدام الناس حاجة وبره لما رجالة كتير وستات كتير كده قدام الناس لقيها شيك وزي الأمر ولما الباب يتقف صحيح ايه؟ طبعا اصعب واحد بقى اللي هو بيبقى بخيل على نفسه ده كمان ده اللي بيبقى على عياله وما هو بعد شو ده بقى جاي بقى اخر حاجة في البخل البخيل وانا ده صح 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 صحيح في حده بلك مثلا مش هقدر اقول عليه يعني مش هقدر استخدم مصطلح بتاع ابن امه ده لان احنا عايزين يعني انا في رأيي ان احنا لازم دورنا نبتحنا غير المصطلح ده يعني بلاش حكاة ابن امه لان هو ابن امه ولو مش ابن امه ويبقى مش بار يعني حكاة ابن امه دي لازم نبطلها يعني ايه لانها كلمة بالمناسبة حلوة واحنا سوقنا صمعاتها لكن هقدر اقول اه يعني هقدر اقول انه اللي مرتبط بوالدته لدرجة مرضية يعني فيه ناس فيه رجالة جماعة امهاتهم غلطوا وهم بيبنوا شخصيتهم صار ما يقدرش ياخد قرار ولا يعتمد على حد غير لم مرفع سماعة تليفون على ماما دي شخصية ماما او العيلة بس هي ماما كمان اتمنها تبقى قريبة بس ماما بالاخص دي شخصية اعتقد انه صعب يبني بيت ويبني حياة ويعيش معاك وياخد قرار ويبقى فيه مثلا وقت صعب ووقت زن قتلاقيه واقف كده وياخد قراره من دماغه بتالي دي شخصية صعبة انك ترتبطي بيها طب انا عايزة باسألك سؤال عشان احنا انا عارفة يعني من خلال البرنامج بقالنا موقع دلوقتي كام حلقة مش فاكر بس يعني اربعة ثمانية وتلاتين حاجة كده انت علاقتك بمامتك يعني انت بتقدرها قوي وبحيث قوي ربنا يرحمها طب انك كنت مرتبط بيها جدا ومعظمها قوي عايزةك تفاهم الناس ايه الفرق بين ان انا اتكلم دايما عن امي بمنطال فخر وان انا بقى فخور بعلاقتي بيها وبرتباطي بيها وان انا بقى بن امي لان عارفة فيه رجالة بتتظلم ساعات لما الست بتيجي تحس ان جوزها او حبيبها مرتبط قوي بمامته فبتبدأ حالة المنافسة وتقول لك ده بن امه هو في الحقيقة مش بن امه هو مقدس ومقدر وممتن الامه موضوع اصله ما ينفعش ان نطرحه من اخر وهو موضوع لازم نجيبه من اوله كل واحد فينا غير التاني يعني فيه ام رب تولد من غير اب فهي عاملت دور الاب ففيه حاجات بقت بتعملها اكسترا زيادة فبتبقى فيها الراجل ده كيس وفيه راجل بيتربى عادي جدا في وسط ابوه وامه ده بيتربى بطريقة انه الحاجات اللي فيها قرارات وبتاعه حاجات مصرية بيشوف ابوه بيعملها ازاي وبتعلمها منه او ابوه بيعلمها منه بطريقة او باخرى والام بتبقى عبارة عن انا في رأيي الام هي السنسور او الحسة بتاعة الراجل يعني او الميزان انا لو امي محبتش البني قدمة اللي انا هحبها هبقى عندي مشكلة هبقى عندي مشكلة حقيقية مش حاجة لان هي بتحبك لاعلى لفل يعني هي بتحب اكتر حد بيحبك في الدنيا هو الام مفيش ولا حتى الاب مايتقارنش بالام ده في الكيس العادية بقول فهي عندها سنسور كده الستات عندهم سنسور كده وانا بحترموا جدا في الست يعني بتخش تشوف البنت او بتتعاملها مع الراجل عمل ازاي ومن هنا يا تاخدها بالحضن وتقفل الحضن يا تاخدها حضن تديها مكس بعدين يا تاخدها حضن عشان تكبرت بس تكسير عظام اه عشان تكبرت بس اللي هو الحضن اللي هو مش حضنة في الاخرى اللي هو نص حضنة ده فهو الموضوع حزبة لازم يعني على حسب الكيس ايه؟